موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتسبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من المفيد في اللغة العربية للسنة الاولى من التعليم الابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله الصفحة 54 إذن عندنا هنا حرف ذال ثم حرف الزاي الزال والزاي أقرأ أقرأ أولا أقرأ المقاطع من اليمين ثم من اليسار أقرأ المقاطع من اليمين ثم من اليسار يعني نقرأ هذه المقاطع هكذا ثم نعيد قراءتها هكذا من اليمين ومن اليسار إذن عندنا هنا ذا 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 ذن ذن ذا ذو ذن 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 ذا إذن اللي نعيد ذا ذو ذا ذو ذي 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 ذو ذا ذو ذا ذا ذو ذا ذو ذو ذي 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 ذو ذا 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 ذن ذن ذا ذو ذن ذن ذو ذا ذن ذن ذا ثانيا أقرأ الكلمات بترتيب وبدون ترتيب أقرأ الكلمات بترتيب وبدون ترتيب يعني هذه الكلمات نقرأها هكذا مرتبة ثم نعيد قراءتها بدون ترتيب إذن ذا 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 قرأناها مرتبة الآن سنعيد قراءتها بدون ترتيب مزامير ذابل لذيذ ذاب رضاذ نرة فرز ذباب زفاف زال زرازير زبيب ذاب ذابل رذاذ ثالثا أقرأ الجمل أقرأ الجمل جذب ذئب ماعزا من الذنب جذب ذئب هذا هو الذئب وهذه هي المعزة جذب الذئب معزا من الذنب لمح زنبور ما حصل للمعز لمح زنبور ما حصل هذا هو الذنبور لمح زنبور ما حصل للمعز زن في أذن الراعي زن في أذن الراعي قام الراعي قام الراعي فطرد الذئب إذن لنعيد جذب ذئب ماعزا من الذنب لمح زنبور ما حصل للمعز زن في أذن الراعي قام الراعي فطرد الذئب لن تقل الآن إلى الصفحة خمسة وخمسون أكتب أكتب ألاحظ مصارى الحرفي ثم أكتب ألاحظ مصارى الحرفي ثم أكتب إذن عندنا هنا حرف الزيل في أول الكلمة إذن طريقة كتابة حرف الزيل المصارى يبدأ من الأعلى أو من فوق هنا أولا من فوق ثم نبدأ بالنزول إلى الأسفل ثم نلف ونصعد قليلا هكذا بالنسبة للذيل في أوسط الكلمة نبدأ من اليمين في اتجاه اليسار في اتجاه الأعلى هنا نصعد قليلا إلى فوق ثم ثانيا هنا نبدأ بالنزول إلى الأسفل ثم السهم أو المصارى يتجه قليلا إلى أعلى قليلا فقط هنا ثم نتوقف بالنسبة لحرف الزيل المصار أولا يبدأ من فوق ثم نبدأ بالنزول ثم نلف إلى اليمين إذن هنا حرف الزيل مع الحركة القصيرة الضمة ذو 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 إذن عندنا هنا حرف الدال ذو 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 نعيد كتابته هنا ذو 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 إذن كما قلنا حرف الزيل ذو 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 إذن عندنا هنا حرف الزيل مع الحركة الطويلة المد بالواو ذو 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 إذن لنعيد كتابته هنا كذلك ذو 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 ثم عندنا كلمة لذيذ لذيذ إذن لنكسب هنا لذيذ 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 إذن لنسقل إلى حرف الزيل الزيل هنا مع الحركة القصيرة الضمة ذو 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 إذن نعيد كتابته هنا ذو 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 إذن كما قلنا ذو 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 وعندنا هنا كلمة عزيز عزيز إذن نعيد كتابتها هنا عزيز 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 العزيز ننتقل الآن إلى التمرير الموالي أرتب المقاطع وأكون كلمات أرتب المقاطع وأكون كلمات إذن عندنا هنا بعض المقاطع سنركب هذه المقاطع لنكون منها كلمات إذن عندنا هنا مار مز يعني مزمار إذن لنكتب هنا مزمار والكلمة الثانية أو المقاطع الثانية عندنا هنا المقطع الأول بون بي زا بون بي زا إذن سنحاول أن نكون كلمة من هذه المقاطع فتعطينا زا بي بون زا بي بون إذن لنكتب هنا زا بي بون ثم المقاطع الثالثة والأخيرة هنا في هذا التمرير با ذو بون با ذو بون إذن لنحاول ترسيب هذه المقاطع لنكون كلمة إذن ستعطينا ذو باب ذو باب إذن لنكتب هنا ذو باب إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر